كتب النصر في حرب أكتوبر عام 1973 حملت الصفحات الأولى للكتاب ثلاث مقدمات للمؤلف والناشر ونجل المشير أحمد إسماعيل الذي أشار إلى دوافعه لنشر مذكرات والده في الذكرى الأربعين لنصر أكتوبر مؤكداً حرصه على تقديم الصفحات التي كتبها والده كما هي باستثناء تعديلات طفيفة في الصياغة حتى لا تفقد الوثيقة التاريخية مصداقيتها نعاهد الله والوطن أن نبذل ونضحي إلى غاية المدى حتى نحقق الهدف قبل سرد ما جاء في المذكرات نصاً أضف المؤلف فصلاً مختصراً بعنوان سيرة حياة لاستعراض بعض المعلومات والبيانات الأساسية حول الميلاد والنشأة والمصار التعليمي والمهني للمشير حتى توليه قيادة القوات المسلحة في حرب أكتوبر تبدأ مذكرات المشير أحمد إسماعيل بتكليفه بتدريب رجال القوات المسلحة على الأسلحة السوفيتية التي اشتهرت عام 1955 بصفقة الأسلحة الجيكية ثم تقيمه أداء القيادة العسكرية في حرب يونيو عام 1967 استعرض إسماعيل العلاقة الإنسانية والمهنية التي ربطته بالفريق الشهيد عبد المنعم رياض وعند الإشارة إلى إبعاده عن صفوف القوات المسلحة بعد عملية الزعفرانة عام 1969 1969 دافع إسماعيل عن موقفه وأوضح خلفيات العملية التي استغلها العدو في الدعاية المغرطة وفي عهد الرئيس السادات تحدث المشير أحمد إسماعيل عن ذكريات عمله مديراً للمخابرات العامة المصرية ثم عودته إلى صفوف قواتنا المسلحة عام 1972 ليبدأ مرحلة الإعداد النهائي لحرب أكتوبر محققاً مع آلاف الأبطال نصراً عزيزاً خالداً يفخر به المصريون جيلاً بعد جيل